هنكمل النهاردة على المنهج المفروض المفروض ان احنا اخر مرة احنا كنا وصلنا للبطاعة اللي هو بيس فلتر وهنا ان الفلتر اي حاجة بتقدر تادابت نفسها بحيث انها عندها معينة تقدر من الستيت دي تاخد اكشن وشوية انفرميشن بحيث انها تقضيت الستيت بتاعتها وتعرف تقضيت الستيت بتاعتها بس فقلنا ان كلمة ان بيس فلتر سريعا كده يعني المفروض ان فيه يعني تو بورت اول بورت ده اللي هو ما علينا اول بورت ده المفروض انه هو ده الحاجة اسمها البردكشن البردكشن ده المفروض ان انا موجود في برابيبليتي معينة او مستيت معينة او يعني في بليف معينة عن الستيت اللي انا فيها اللي هي برابيبليتي دستربيوشن او ذا ستيت فاليوز يعني بعمل باخد اكشن ده البليف بتاعي عن الاكشن او النيكستيت البرابيبليتي دستربيوشن بتاع النيكستيت او النيكستيت عماتان يعني بعد كده ده اسمها البردكشن ماشي وبعد كده في حاجة اسمها البردكشن البردكشن ده بمنطقة البساطة ان هو باخد بقى ميجرمينت او او ابزرفيشن عن الانفيرومنت بتاعتي وبحاول اوبديت البليف بتاعي ده او اوبديت البرابيبليتي دستربيوشن ده بحيس انه تبقى اكيرت اكتو اه بس فده ده باختصار اللي احنا اللي احنا مفروغ كنا بنعمله المرة اللي فاتت هندخل بعد كده على كلمة فيلتر هو اللي انا فهمه ان تقريبا انتو مش مش جمعين حاجة فيعني يعني انا هحاول اجو ثرو المحاضرة سريعا عشان فيه شيت ماشي بس يعني لو في حد عايز حاجة يوقفني يعني ماشي بس دي دي ريفيشن سريعا على الگاشن دستربيوشن اليوني ومولتي فاريت الگاشن فيه بروبرتي لطيفة يعني احنا دلوقتي احنا قولنا ان باس فلتر ده جنرال بروبيليتي دستربيوشن يعني ما عنديش ما عنديش كون سترين على بروبيليتي دستربيوشن بس قلنا ان في حاجة اسمها الـ Gaution الـ Gaution الـ Gaution ده فيه بروبرتي لطيفة او فيه كذا بروبرتي لطيفة اول حاجة ان باي نيتشر معظم الحاجات الـ Gaution تبقى Gaution تاني حاجة ان الـ Gaution هو Manifold اي linear transformation عليه بيدي برضو Gaution يعني مثلا linear transformation اي اكس بلاس بي مثلا لو الـ X ده Gaution الـ Output Gaution الـ Multiplication بتاع الـ Gaution بيديني Gaution فعندما انت دخلت في الـ Gaution انت الـ Linear transformation هتخليك still Gaution الـ probability distribution بتاعك الـ Gaution فانت لو عرفت تاخد الـ environment بتاعك سواء الـ motion model او الـ sensor model لو الـ environment بتاعتك linear او وتقدر تخليها linear زي ما نشوف الـ extension يبقى انت كده ايه انه سيف سايت يعني انت الـ probability الـ probability هتفضل عطول جاشة من نسبلك هو الـ x و الـ x والـ y و الـ y هل من انتواع الـ x الـ x وانت طريق option هذا يعني الإنسال فهو لا نظر ان ده اللي هو لينيار ونن لينيار بزبط لا انا بالنسبة لي ده كده يعني انا مليش دعوه هي لينيار ان ترمزوف ده ده ايه انا مليش دعوه اللينيار ان ترمزوف اكس اه اه بزبط هو لينيار ان ترمزوف اكس حتى لو جمعنا عليه اي حاجة لانه هو بالنسبة لي ده كونستنت تمام يعني الباقي ده اللي هو هنا ده اكنا اي اكس بلاس بي مش كونستنت بمعنى كلمة كونستنت بس اللي هي ده بالنسبة لي ما بيخشش في الحزبة بتاعة اللينياريتي بتاعة الاكس المهم ان الاكس نفسها تبقى لينيار هايجمع عليه بعد يأى يعني مثلا مثلا اا يعني مثلا بي اكس بلاس استياتي كونستنت اه اي هي لينيار ان ترمزوف اكس فأنا بالنسبة لي فأحنا ممكن نفرميليات الشكل اللي عندنا ده في بيس رول نحن مجرد عبارة عن الـ Excel State Previous بعمل عليها أبلاي عليها ترانسفورميشن A linear transformation و الـ U اللي هي الـ Action بعمل عليها ترانسفورميشن و بأدد بعض الناس هذه هي الـ Production Equation طيب أريد أن أقوم بعمل سنسور موضل وهو موشن موضل السنسور موضل بتاعي اللي هو اللي بيستخدم فيه الـ Correction هو هيبقى الـ Linear transformation على الـ Current State اللي أنا عملت لها ترانسفورميشن بلس بعض الناس بيبديني الـ Transformation من الـ Current State للـ Sensor سنسور موضل سنسور موضل فهو موضل هذه هي بيسيكلي الحاجات اللي هي بتاعي اللي احنا قلناه المهمة أهم حاجة بس في الـ Point في الـ Point اللي هي الـ Two Points دول نحن دي نويز فدي عبارة عن برضو Distribution of Noise يعني كل واحدة لها R يعني الـ Eta لها R Covariance و الـ Q لها اللامدة لها Q Covariance بالمناسبة هو الناس بس تبقى أخذ بالها أن أنا بالنسبة لـ Probability Distribution نوع Gaussian المهمة بالنسبة لي في الـ Gaussian هو المين والـ Covariance تمام؟ يعني دي مزايا بتاعت الجاوسيا أنه represented يعني small number of parameters مع Mean و Covariance بس فدي باسيكلي الفيزيوليزيشن بتاع بتاع ممكن نسكيب الحتة دي عشان بس إيه in terms of term عشان الـ What خلينا نبدأ الأول بالـ Production فإذا الـ Production بتاع كلمة Filter بيبقى عامل ازاي الـ Production بتاع كلمة Filter في كيس الـ One D الـ Univariate المفروض أنه هو بيبقى زي ما قولنا أنا زي ما قولنا أنا بحاول أتبريدكت حاكتين أو أتبريدكت أو أتبريدكت حاكتين المين والـ Variance أو المين والـ Covariance in case of of Multi Variate Distribution فالمين هو مجرد ببساطة هو أن أنا المين القديم بضربه في الـ A بلس الـ B في الـ Action اللي أنا عملته و same for the Multi Dimension يعني Multi Variate هكذا برضو بالنسبة للـ Variance ماشي بضربه في A سكوير دي من الـ Properties بتاعت الـ Gaution Distribution أصلاً وبضيف عليه الـ Variance بتاع الـ Action تمام؟ لأن يعني الـ Variance دي Uncertainty فأنا أنا بضرب الـ Uncertainty تاعتي في الـ Value بتاع الـ Transformation سكويرد يعني وبضيف عليه الـ Uncertainty كمان بتاعت الـ Action بتاعي بس أن الـ Uncertainty تزيد المفروض أن كل الـ Action بتاخده فيه Uncertainty بتاخده طبيعي أن الـ Uncertainty بتاعتك بتزيد نعم دي عن الإبارات أقديم الـ Properties بتاعت بتاعت دي، بس اه دي بس أنت لو يعني لو عملت على Gaution Distribution الـ Variance بتاعه بتطرف في الـ Constant ماشي؟ هي عليها بروف بس ما أعتقدش أننا نحتاجين ندخل في الماثماتيكال بروف بس هي من البروبرتيز عمدت يعني ما هي هنا تفقدت ما عملت بالنهاية ليس صحيح؟ لا مشي ال-U، هذا الترانسفورميشن ال-constant transformation اللي مضروب في الـ ال-constant transformation اللي مضروب في ال-previous state ده ما نوشي علاقة بال-U ال-U دي هي الاكشن، ماشي؟ لكن كنت تكون فهمها، يعني أنا تمام فهم الـ اوكي السامل كنت تجيبها، أما تقلتها نعم متى كل مرة تجيلنا كهوست فيها سامل زينا ألا ال-Equation ال-Equation بعد بعد الدولة لما تصلنا بقى مين موكباريون لا، ما فهمش السؤال بقى اتاني ال-Equation اللي بعضها الـ اوكي تمام ال-Equation هاي دي لنا ال-Equation بتوع ال-Equation يعني ماشي ايه؟ لا، هو خلي بالك هنا ايه اكس بلاس بيو تمام؟ ده كده بيأثر على ايه؟ بيأثر على ايه؟ لا لا بيأثر على ايه؟ يعني بالنسبة للمين والـ بتوع ال-Gauchon distribution بيأثر على مين بس؟ ده ال-Equation ده عبارة عن نويز انه ده تذكر الرئيس و تجعل نويز في الـ ال-Equation تمام؟ فانت دلوقتي ده هي بيأثر الايكوشن اللي كانت موجودة ان انت عندك اللهم بتتترانسفور و لنيير ليعدي وبعد كده الكوفاريونس بتضيف ال-Variance بس اللي هي ال-Eta اللي كانت موجودة هناك اللي هي ال-Variance بتاع الكوفاريونس بتاعه or هذا الاتصال مختلفة والمختلفة ماذا؟ الملتي فاري اسمه ده هو هنا انا البي الكونستانت مايبسرش على فاريانس اصلا يعني البي هنا مايبسرش على هين انا برجع بس البروبرتيز بتاعت البي الكونستانت عشان ما نضطرش ان احنا نبروفت ماثماتيكا اوكي في المين مش بنعمي كونستانت لايبلش ايتي في الاكوزيين لفتت مجرد مجرد جيتا ايتي اللي هي الانسرتنت بتاعت في ايه في الكوانس هو هناك مجرد التلفار التلفار ليس بتاعت على المين بتاعت على الابطة لم تستخدم على الانسرتن ايه بهذه المتطلب لتاعت على الكوانس كوفاريانس. لا موجودة في كوفاريانس ايه? لا 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 ده كوفاريانس بتاع النويز بتاع الاكشن. اللي هو تحت الار اللي هو الكوفاريانس بتاع الايتا. بتاع ايتا? اه اه. تماما? اه اوكي طيب بس فبعد كده بقى الكوريكشن اوبديت. اه في نقطة بس رخمة هنا هو انتو دي لازم تميمورايزت. اوكي? لا لا مش. اي دونت تينك بالاسبات يعني ان شاء الله. بس انا اي امين بتاع كل فلتر البردكشن والكوريكشن. البردكشن والكوريكشن ايقويشن بتاع كل فلتر ميمورايزت. عشان عشان ممكن ان يكون فيه اسئلة عليها اسئلة 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 رقام. لا انتم ممكن تحاولوا تخنع الدكتور لو عايزين احاول معاك وحاول بس انا حاولت على سانتي ما عرفتش. فبس يعني. اه بس فهي دي دي اه احنا كنا نقول لي اه فدي كوريكشن برضو. احنا زي ما قلنا السنسور كان عبارة عن زيد ايقوي سي اه ايه سي اكس بلس اه سم كايند اف لاندا كونستان يعني. ماشي? دي دي لاندا. ما علينا. اه بس فالمفروض ان هي البليف بقى برضو دي اللي هو افتر كوريكشن بتسوي الميو القديمة زائد حاجة اسمها كلمة فلتر جين يعني نتكلم عليه في الميجرمنت ماينوس الاكشن. ماينوس اسف المين القديم. طيب هي ايه كلمة فلتر جين دي? هي كلمة فلتر جين دي بممتال بساطة هي هي يعني يعني فاليو كده بتحدد قد ايه تضيف من الميجرمنت يعني قد ايه تصحح الكورنت باستخدام الميجرمنت اللي جاي لك. ماشي? فيعني هي فاليو كده بتقولك تضيف قد ايه من الميجرمنت انكوربريت قد ايه من الميجرمنت جوه الجديد يعني او الكوريكتد مين وفاريانس. اوكي? فانتو لو بسطوله يعني بغض نظر عن ايه حاجة انتو لو بسطوله بالمنظر ده هو المفروض انه هو هوانف الانفق بتاع الانفق وهو فاكيناك بتحط الانفق بالزبط يعني الرقم ده سيربح فهذا يكنسل ده فانت تحط بالزبط يزيد انت كده كده اكينك بتجنور الترمي التاني تمام يعني كل plante بيزيد فهي ده نفس النوشن بتاع بتاع الجين يعني في الكنترول بس فدول بالنسبة للمين وبالنسبة للميو برضو وان ماينوس الجين في الفاريانس القديمة بزبط لان انا الفاريانس بتاعت يعني المتركة الذات التى المنشفتت تاهلي سملت 100% time فخلاص دي هتبقى بصفر هانا يجب ان بتاع 24x% او كي او كي بس انا جالي سو scene انا عنديش فيшьم في بروداكشن بتاعي او في الستيد بتاعتي انا متأكد ان انت اتفاع لأ انا متأكد ان لا ما هي هنا دي ماشي لو كانت بزيرو يعني دي امتى كالما نجين ده امتى هيبقى بوان لو دي كانت بزيرو فايزا بتاعتي انا بتاعتي متاكد ان ايه صح فمن الاخر انا هحط لقد أخذت الوظيفة داخل الوظيفة قالت لي أنني في الوظيفة وأنا 100% متأكد من الوظيفة فأنا في الوظيفة كذا ولم يوجد مختلفة للوظيفة لا يوجد مختلفة للوظيفة هل تعلم أنه يكبر عن كلمان جين؟ هذا كلمان جين يعبر عن كلمان جين فأنا 100% متأكد فأنا سأضعها كما هي لكن لو هي بصفر سأجنور فأنا سأضعها بصفر أو ماذا سأضعها بصفر فأنا سأضعها بصفر فأنا لا أتأكد من الوظيفة فأنا سأضعها. أتأكد من الوظيفة فذلك الموضوع من الوظيفة من الوظيفة بالكلمان فيلتر نعم من الوظيفة بالكلمان فيلتر بالكلمان فيلتر يعني هو بيجو تنشيلايز بكذا حاجة بس يعني عامتا هو المفروض انه يجو تنشيلايز بزيرو وان الستيت بتاعتك كل فيها تبقى زيرو ويعني المين بتاعها بزيرو والستاندر ديفيشن بتاعتها بوان ماشي اللي هو الستاندر نورمال ديستربيوشن ايه؟ او البليف او البليف اللي هو البي اوف اكس اللي قبل اي حاجة بعد كده كل انت بتعمله ان انت بتأبلاي الاكوزن بتاعت البردكشن والكوريكشن هيبقى عندك عندك ستيت اكشن وسنسور هتستخدم الاكوزن ان انت تعمل الموشن موضل ان انت تعمل وانت تعمل هي الناس بس واخد بالها ان هنا في ده اسمه الناس عارفة ليه موشن موضل اصلا يعني ده لي موشن موضل تمام هو انا في البردكشن انا بعتبر ايه يعني ايه اللي بيعدللي بتاعتي في البردكشن الايه بزبط الاكشن الاكشن اللي انا بعمله ماشي اللي هي باسيكلي في الروبوتيكس انترمز وفي روبوتيكس عبارة عن ايه حركة اكشن باخده معين حركة معينة باخدها فهنس ده اساسا موضل باي الموشن موضل اللي هو اللي احنا وانتوا مفروض داخده في الموشن موضل خدته الاودومتري موضل تقريبا التراكو لتzneي وهو يغير من مواجهة new position وهو الموزنر الذي ي PikePS respecto لزرول عملتها Different Detallas Umander يتساعد الموزنر يستخدم موزن التacho ها الخاصة Hunger هو يستخدم هذا الموزنر لأيهاしょう ولكن الشلطان الذي يؤثر على ما وهنا انا بستخدم السنسور موضل لان السنسور هو الحاجة المحيطة اللي بتقصر على هنا. طيب ماشي. فبس. دي اصلا مش دلوقتي. حاجة بسيطة. فبس الميزة بتاعت الكلمان فيلتر ان هو يعني هو بيتعامل مع اا يعني هو اول حاجة هايل ايفيشنت لان كل حاجة لينير ماشي. اا وطبعا وانس لينير يعني انه لينير سيستم طبعا ده مش الكيس في الريال والسيناريوز فلان كل الريال والسيناريوز يعني او معظمها نان لينير فعشان كده لجأوا ل البتاع اللي اسمه اتستينشن اف كلمان فيلتر . ماشي. هو مبدايا تاني انتوا انتوا خلصتوا الاكستينشن فBrains filter خلصتوا الاكستيند و اخلصتوا انسنتي اتكلمان فيلتر . well so this is wonderful. يعني ماشي. اه دي الكمبليكستي? اصلك السلايب بتاعتي كومبليكستي? دي كومبليكستي يعني احفاغ زي ما انا ما تخش انه يجي اسألك عن كومبليكستي ما حبكتش يعني. بس اه بس اشت. اوكي. اه ماشي. فسوفار احنا كنا بنتعامل مع حاكتين زي قولنا الروبوت موشن او الموشن موضل اللي هو موشن 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 والسنسور موضل اللي هو عبارة عن موشنز فيها موشن ماشي. سوفار احنا كنا بنتكلم على المات دا اللي هو يعني من السلايز اللي فاتحنا كنا قلنا اكسوف تي مثلا بتساوي ا اكسوف تي مينوس اون بلوس بي يو تي مينوس اون. الذي يعني او تي. ماشي? اللي هي حاجة ليني طيب الرياليستيك نعم بس المهم انه هو الرياليستيك نفسه لينير طيب ماشي الرياليستيك مفيش حاجة خالص لينير او معظم حاجات في الروبوتيكس مفيش حاجة لينير ماشي فايزا احنا مفروض ندفين اي فانكشن جي دي فانكشن جينيرل اي اي فانكشن تمام فالمفروض ان الفانكشن جي وهكذا برضو الفانكشن ايش بالنسبة للسنسور موضل المفروض ان دول اي فانكشن نون لينير موجة تخيلها في حياتك ماشي فايلا هيحصل بقى لو عملنا الفانكشن نون لينير يعني هو ال Linus اللي جاين دول مهمين عشان اي فاحك بتفهمك الدنية ماشية ازاي ماهم هي دي فاريبل برضو لاSurigo لا. على ال اكس. هي عمتا احنا من الاول اساسا مش فارق معنا اليو عاملة ازاي. ماشي? فلكن التانية بقى هي اللي كمان ال اكس المفروض ما تبقاش فارق معنا عاملة ازاي. بس هما تو فاريبل زي اللي هو الفونكشن اللي احنا سكاب بنا دراسي لها بي اكس بلس سي واي سكوير. هي لينير في الاكس بس نون لينير في الواي. بس انا مش مهمة بالنسبة لي لواي. انا هنفوكس على الاكس. طب دلوقتي انا عايز اخلي الاكس كمان لون لينير. الاستيت نفسها نون لينير. اللي هو الجاوشن دستريبيوشن ده. بالزبط كده بالزبط. فالفكرة كلها ان الفونكشن دي في كلمة فيلتر او في البيس كلمة فيلتر المفروض ان هي لينير ما ينفعش تبقى نون لينير. ماشي? طيب ماشي. الفكرة كلها ان دلوقتي انا دلوقتي عندي الانبوت جاوشن ده دخلت وعنا لينير فونكشن اكنك اكنك بتماب كل فاليو من هنا الهنا هطلع الجاوشن ده من الناحى التاني. اوكي? يعني السلوب بتاع اللينير فونكشن ده هو اللي بيحدد قد ايه الجاوشن او بيحدد قد ايه الستاندر ديفيشن بتاع الجاوشن. ماشي? فمنطقي ان انت لو خدت اساسا بالمنطق كده كل فاليو من هنا ضربته في يعني عملت اللينير تونسفورميشن ده عليه هيديك دستروبيوشن بس بس بمين و مختلفين. اوكي? طيب اللي هيحصل بقى لو خلطه نونلينير. انت الفاليوز هنا ااا هنا جاوشة. ضربتها في الحاجة نونلينير دي طليع لك المنظر ده هو منطقي ان هو يطلع المنظر ده لانه اساسا الفونكشن مش داكت مابين. تمام? فيطلع لك اي بباتي تاني. حلو. بس احنا قلنا نحن عشان اساسا يعني المين بتاع كلمة فيلتر عن بيس الالجينرال فيلتر انه هو بيقول لك ان انا بستيي جاوسران عطول عشان انا بقى ببريدكت تو باك سيتوف برامتر بس اللي هي الميول المين والكوفاريانس طيب انا دلواتي ما عنديش انا دلواتي ما بقاش عندي خلاص الرفاهية دي انا دلواتي بقى عندي فانكشن نون لينير لو اساسا بدأت الستيب بتاعتي بجاوسران ها نشاهد ان تلصب بقى ايه بقى تمام التجمع تمام اوكي اوكي طيب فبس فالموضوع ده ه muchas سوف نتطرق لشيء من نون لينير فونكشن ماشي أريد أن أقوم بقى أريد أن أقوم بقى لينير رايزيش يعني من الآخر أنا لدي نون لينير سيستم أريد أن أقوم بقى لينير لكي أقدر يبقى عندي حتة اللي هو كله جاوشي الانفيرومنت الأمر هي هي اللي بتخليك تدوين لشيء طريق هيا المنشأة أي أذكحدة عربية تتحرك معينة طريقة continues بالعمل تأخض سوي يعني اللي هو مثلا يعني بتحرك كده ترانزليشنال موشن او روتيشنال موشن ماشي فانت لو بتحرك ترانزليشنال موشن بس كل حركات يعني او كل بتاعتك تمام اوكي يعني انت انت حرفين بتأبلاي الموشن اللي هي المسلا الفيلوسيتي الجديدة ايكو الديس بيسمت زي ده في الفيلوسيتي مسلا بس انت لو كان عندك روتيشنال موشن مسلا هيدخل بقى فيها كوساين وحاجات زي كده فالفورميوليشن نفسه بقى نان لينير انت لما بتحول من لستيت تانية فيه في النص كده نان لينير بتظهر كوساين بقى وساين وحركة هكذا بقى يعني اي بيحصل اه هو ده اللي بيخلي السيستم لينير او نان لينير تمام زي الفول اوكي طيب اه فاذا انا عايز احول الاقواجات بتاعت البردكشن والكوركشن لينير عمل لها لينيريزايشن حلو بدون الدخول في اكسترا تفاصيل يعني المفروض ان انت في حاجة اسمها اللي هي التايلر سيريز اللي هو ده بيكستراكت هاي ديميشن الاقواجين ان ترمز اف كومبوننت اصغر بالدريفاتي بتاعتي اوكي فهناعتبر ان دي هي الكمبليكس اكواجين المفروض ان الكمبليكس اكواجين دي هفكها ان ترمز اف الاكواجين نفسها بس ان ترمز اف ميو بس عشان يعني هي دي هي دي الشرنكت فرجن اف the function الميو دي اللي هي الميم بتاع الاكس تمام بس بلوس الدريفاتي بتاعت الفنشن دي with respect to x في الاكس تي مينوس 1 مينوس الميو ايه الكلام ده؟ يعني هي هو من الاخر المفروض ان هو function g ماشي هادي composite او approximately يعني خلينا نكتب general formula into function g خلينا g star مثلا بلوس البارشل بتاع الفنشن g g star دي ماشي في دلتا اكس اللي هو دلتا يعني ايه دلتا اي ان كان الفاديو اللي في النص ده ماشي بلوس الهاير اوردر بقى بتاعها يعني ده باسيكلي تيلر يعني ماشي بس فالمفروض ان انت as you go بقى to the infinity المفروض ان كده دي هتساوي دي بالظبط غالب ان هم بيعملوا تيلر اكسبنشن او بيستخدموا اساسا تيلر اكسبنشن عشان يكنسلوا جزء ده خالص او بيستخدموا بس الفرست اوردر دريفتف ماشي فده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله هنا هقولوكو ده ازاي بيعمل لنيارزيشن بس لاحظة واحدة بس فالمفروض ان انا بكمبيوت الدريفتف بتاع بتاع الفونكشن دي with respect to x و x t minus 1 minus الميو لقى الـ current values بتاعت x t minus الميو بتاعه طيب اوكي طيب الـ gd و ازاي اساسا انت بيساعدني ان انا نعمل لنيارزيشن اوكي طيب الـ gd و ازاي الـ gd و الـ h دول ازاي بيساعدني ان انا نعمل لنيارزيشن الـ gd و الـ h اسموه الجاكوبيام ماتريكس الجاكوبيام ماتريكس دي لو انا عندي فونكشن هي عبارة عن vector فونكشن يعني هي بتتكون من كذا يعني بتتكون من كذا variable يعني ماشي وكل variable ده مش مجرد value واحد او مش مجرد كل value عبارة عن vector تمام يعني انا عندي function f of x y z مثلا الـ x والy والz دول مش scalars دول vectors فاذا انا بقى عندي كده يعني انا دلوقتي عشان اجيب بتاع الفونكشن دي المفروض هعمل ايه ماشي المفروض ان انا هعمل الـ derivative بتاع الـ x يعني لو انا عايز اجيب fx اللي هو derivative بتاع الفونكشن with respect to x انا مفروض اجيب derivative بتاع الفونكشن with every component of x يعني اللي هو الـ partial x1 والpartial x2 وهكذا تمام بس فدي ده كده انا عندي vector function دي اسمها vector function يعني كده الـ fx دي هي عبارة عن كذا variable كل variable عبارة عن function of variable تانية او vector اساسا ماشي فدي كده حاجة اسمها vector function ماشي الـ vector function دي عشان اجيب الـ partials بتاعتها هي دي الـ partials بتاعتها with respect to all values اللي فيها هي دي اللي اسمها الـ jacopian matrix ماشي الـ first order derivative اوكي دي اللي هي عبارة عن يعني اوكي دي اوكي دي اوكي دي لا فونكشن في كل الـ xات يعني او الـ function دي هي عبارة عن دي بقى دي بقى سكيلر فونكشن في كل الـ xات ds اوكي دي x1 x2 هكذا تمام تمام دي بقى سكيلر فونكشن في كل الـ x2 هاو مش دي فونكشن يعني دي فونكشن في تو بقى تمام فدي الـ f1 والـ f2 هاني اعتبر مثلا ان دي الـ f1 لأن دي نفسهم دول مش سكيلرز دول نفسهم أساساً فونكشنز أو فيكترز فهي دي فونكشن وفونكشن وفونكشن ده مش سكيلر صح؟ احنا متفقين ان ده وده مش سكيلر اكيد يعني ده اكيد ده فيكتر فونكشن يعني فيكتر تمام بس فدي فونكشن وف كذا يعني فونكشن جواها كذا كل منهم فيكتر تمام فده فده يعني انا جبتها ازاي دي بس انا كنتش اعرف لي بقى ماني ولي اوكي اوكي ده مش فاهم انه ناحية مين دي هي الميو دي اللي هي نزل لو فيها ديل كده مرودة دي دي المين اليو دي الاكشن تمام بس فالميو دي هي المين بتاعت الاكس بس فانا عندي فيكتر فونكشن ماشي ماشي الديريفاتف بتاعها ماشي بيتجاب ازاي بيتجاب جاكوبيا ماتريكس دي اللي هي بتبقى عبارة عن اسموه ده بتاع الفونكشن دي يعني بتاع الفونكشن الاولانية دي بتاعتها ماشي والبارشل بتاع الفونكشن التاني دي بتاعتها وهكذا ماشي يعني هي عبارة عن النمبر بارامترز بتاع الفونكشن نفسها في الديمينشن بتاع الفيكتر اوكي بس فيعني هي مجرد ليستنج للبارشل دريفاتفز وذ ريسبيكتو يعني كل الفاليوز بتاعت الفيكتر وكل الفونكشن طيب باختصار كده كل الفونكشن زي ايمين اللي هي كل الفيكترز اللي بتدفين الفونكشن الاساسية دي اللي هو الفياتي حلو ده كل واحدة من دول هي عبارة عن فونكشن او فيكتر او فيكتر وفي ملتبل فاليوز وفي سيرتن فيكتر اصلا جواه بس طيب هي دي فونكشن هي فونكشن بتتكون من كذا فونكشن او كذا فيكتر وكل فيكتر بتكون من فيكترز زي الكيس بتاعت بتاعت اللي هي الموشن موضل او السنسور موضل حلو طيب هو اصلا بمنطقة البساطة ده ده بيعبر عن ايه بيعبرا عن سلوب ماشي السلوب بتاع اللي هو لو عندي كده حاجة فده ده ده بتاعي ماشي ففي في ثري دي أو ثري دي بلس ديمانشنز ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلين او هايبر بلين في ال ديمانشنز الاكتر تمام؟ من الاخر الدريفاتف ده ماشي أو الجاكوبين ده ماشي هو عبارة عن هايبر بلين في 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 مور دن 3D تمام؟ اه ده الآن ال بلينير ماشي؟ يعني الجاكوبين الوحدثة لينير حلم؟ يعني الجاكوبين اه اه لم أفهم إن كنت نافت بها أفستقبت بالفعل لا مش فاهم إن شخص بعد أن أفستقبت ويتسقط بها معينا لتعوض أنت كانت تعوضي في لا يوجد أن أفستقبت الفكرة كلها أن تتعامل مع يعني مشي هو أكيد فيه بلين كده وبلين كده وبلين كده عشان تجيبي بلين معينة عند بوينت معينة يعني عشان تجيبي البلين اللي عند البوينت دي باعتبر ان دي 3D يعني فعشان تجيبي البلين عند البوينت دي ماشي انت لازم تعواضي هو هنا مش شرط ان هو يعوض هنا مش شرط ان هو يعوض هنا ممكن يجيبي بلين كده عادي بس لما يجي بعى تطبيق دي عند بوينت معينة عادي يعوض بقى بالبوينت دي بني قلت بهذا الشيطي بانت لازم تعوضي ما دي قلت بهذا الشيطي بانت لازم تعوضي مشتطل حجز من نسبة لازم dáم مشتطل فقل وبشقل فقل لا مش فهم حسنًا 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 نحن قلنا ان دي بتسوي ده تمام واثبتنا ان دي لينير بس فاحنا كده عملنا لينيريزيشن للفونكشن نون لينير دي اتا سبيسيفيك بوينت يعني سبيسيفيك بوينت يعني ماشي فهي بالضبط عاملة زي اكناها كده يعني انت دلوتي لو عملت ترانسفورميشن لده بطريقة نون لينير هيطلع لك المنظر الغريب ده ماشي لكن لو عملت له لينيريزيشن ماشي اللي هو باستخدام نفس ترانسفورميشن اللي احنا عملنا من شوية المفروض ان هو هيطلع لك المنظر ده اللي هو المنظر الاحمر تمام هو ده شفتد عن جراوند تروس شوية يعني ده ده هو الجراوند تروس او يعني اللي هو الاكتشي اللي المفروض يطلع لأول فونكشن لينير هيبطلع شفتد شوية بس هو شفتد بطريقة اكسبتابل يعني ماشي لان لينيريزيشن هو مجرد أبروكسيميشن بس للينير فونكشن فهو هيطلع شفتد شوية بس هو شفتد بطريقة اكسبتب طيب الاكسبتابلتي بقى بتاعت الشفت عشان الاسئلة دي بتيجي احيانا دكتور بيحب الحاجات دي ماشي الاكسبتابلتي بتاعت الشفت ده بتبقى على اساس ايه؟ الـ covariance بتاع الـ covariance بزبط الـ covariance بتاع الـ covariance بتاع الداخل ده لان هو لو الـ covariance بتاعه كبير ماشي يبقى اساسا يعني انا الـ linearization المفروض ان الـ linearization بيخليلي الفونكشن صحة في delta x في حتة صغيرة جديد فانا لو الـ covariance بتاعه كبير يبقى انا هو اساسا سميرد over the function فكده الـ function دي مش يعني ايه؟ الترانسفورميشن مش في الحتة اللي برا هيحصل غلط لكن لو هو concentrated اساسا حوالين الـ certain area دي اللي هي اساسا الـ linearity فيها مزبوطة يبقى هيطلع as close as possible to the correct الترانسفورميشن اللي هو الترانسفورميشن في الحالة الـ linear الصحية بس فهو ده extended Kalman filter يعني هو غالبا ما اعتقدش ان الدكتور بيجي يجيب نوعه يعني اسفاره زي نوعه في السين اللي فات نوعه ما تجيبش ان انت مسلا تدرايف الجاكوبيان كاملة او حاجة بس يعني ما علينا غالبا اسئلة بتيجي اكتر في الـ Kalman filter لان هي بتبقى حاجات linear واضحة بس فاذا هنا الـ prediction الـ prediction بيحصل بنفس الطريقة العادية هنا يعني ده الـ comparison بين Kalman filter والـ extended Kalman filter المفروض ان الـ Kalman filter انت بتقبلاي على المين الـ linear transformation انت بتقبلاي على المين الـ transformation العادي بتاعك اللي هو الـ non linear طيب بالنسبة بقى الـ covariance الـ covariance هنا كان بيـ go transform linear هنا انت كل انت بتعمله ان انت بتريبليس الـ linear transformation بتاعك اللي هو الايه بالـ linearized جاكوب يعني ماشي وهكذا برضو بالنسبة لكل اه نعم لان المين هو direct يعني ده point point بتتحول لpoint فانا مش فرقة معي بقى هي تطلع فيه يعني هي point بتحول لpoint بالضبط لا انا بقى تطلع على المين الـ transformation عادي لان هي point هو انا مشكلتي في الـ distribution الـ distribution بتطلع من gaussian الـ non gaussian لكن المين هو كده كده ده الـ point يعني انا اتترانسفور من المين اه بيعوضي في function فده non linear transformation عادي حلو وهكذا برضو بالنسبة للـ prediction equations انت كل انت بتعمله انت بتـ replace C اللي هي linear transformation بالـ H اللي هي الجاكوب يعني بتاع السنسور model او اللي هو السنسور equation يعني بس هو نفس كل حاجة تقريب اه طيب هو يعني انا ممكن ما ندخلش في الموضوع ده بس يعني سريعا هو احنا بس نبقى فيه كم حاجة اه يعني سريعا بس عشان حتة الـ حتة الـ اللي كانت الـ اللي كانت موجودة في السلايد احنا اقول لان في حاجة اسمها فلترز ماشي الفلترز دي هي عبارة عن اي حاجة اي موضل كان كوريكتت سلف ماشي دي منها بيس فلتر منها ده ده اللي هو الـ منها برضو هناخد بعد كده ده مثلا فده كلها فلترز تستخدم في كل شيء يعني بغض نظر اصلا عن الـ الفلترز دي بتستخدم في الـ وفيه فلترز بس مختلف عندي بتستخدم في الـ يعني فهي اي حاجة كان بغض نظر اي حاجة بغض نظر اي حاجة ماشي قلنا بغض نظر كل الفلترز دي بتبقى عبارة عن دو بارتس بارت الـ و بارت الـ الـ في الـ الروبوتكس بيستخدم حاجة اسمها موشن موضل وفي الـ الروبوتكس بيستخدم السنسور موضل تمام؟ فده كده الدنيا الفلترز دي بقى كلها لبعض ديها لازمتها ايه؟ هو الـ اللي احنا قلناه في اول مرة خالص اللي هي الفلترز دي كلها المفروض انها بتستخدم مثلا في مابينج في الـ في سلام مثلا ايه ماشي؟ فهنا اللي موجود في السلايدز ده هو عبارة عن او يعني اللي هو الـ ده عبارة عن استخدام الكلمة عشان يعمل فهو باسيكلي واخد الـ او الناس فاكرة ايه الـ اللي انا بيبقى عندي ماب ماشي؟ ماب عارف الـ اللي فيه عارف كل حاجة فيها وبحاول اجيب البوزيشن بتاعي فيها متى كويس؟ اوكي ماشي اه طيب اه فهي ماب بحاول اجيب البوزيشن بتاعي او الوكاليز نفس فيه اوكي؟ فهو بيستخدم كلمة فيلتر وبيعود يعني بيعود بالـ بتاع الوكاليزيشن عشان يجيب الكلام ده ماشي؟ وانا للأسف الاساف مش هاخش فيها بصراع عشان عشان الـ عشان الشيت ماشي؟ الاكستندد كلمة فيلتر لوكاليزيشن ايكي اف لوكاليزيشن ربنا ازاي الماركة سوف فكرة فيه شييت ماء هو بجد حقيقة ومجرد ابليكيشن دايريك للـ ماء يا ماء حاضر هنشو بس المرة اللي بعدها يلا هيا يحصل عن متى يعني السامري بتاع الـ الاكستندد كلمة فيلتر انه هو ايه؟ اه الاكستندد كلمة فيلتر هو بيهندل حتة النانلينيارتي بس ديفينتلي هو هو أز الـ 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 بتاعي بيجو يعني بيجو لارج الدنيا بيتيح مني لانه زي ما قلنا الـ او الـ بيبقى صحف في الجزء معين بس برا الدنيا بتسيح. ماشي? بلاس اساسا اه يعني دي اول لعيب فيه ان هو الدنيا بتجوت شيفتد از يجو ماشي? اه ده 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 يعني ده في مين شيفت بيحصل از يجو تاني حاجة مين شيفت بالنسبة للستيت يعني تاني حاجة ان الجاكوبينز دي للستيتس كبيرة واحنا كده كده كل اللي احنا بنتكلم فيه ده استيتس صغيرة بتتكون مسلا من فيكتورو في ماكسموم سيفن نومبرز ماشي? لكن الجاكوبين كان بيه اكستريملي اكسبنسيف تو كومبيوت يعني از فانكشن جولورش. عشان كده اتجهوا الحاجة اللي هي الانسنتت اه كلمان فلتر. الانسنتت اه كلمان فلتر ده عبر عن ايه? ماشي? طيب هو الفكرة كلها ان هو بيعمل اكين بيعمل ديسكريتايزايزايشن للجاوشن ماشي? اه من الاخر هو بدل ما بيعمل الكلام ده هو بيقول انا انا يعني انا مليش دعوة بالكلام ده انا هاخد شوية بوينتز على على في الجاوشن بتاعي ببروابيليتي معينة وابلاي بتاعهم زي ما هو كده ماشي? وبعد كده بتاعي بتاعي هفت عليه جاوشن ديستريبيوشن. اوكي فامنين فرق ما بين لتنين? يعني ايه شوية نامبرز انا بابلاي المان لينير فونكشن دايركلي على انا تعبت. ما علينا انا بابلاي المان لينير فونكشن دايركلي على اه 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 ديستريبيوشن دا. وبفيد جاوشن ديستريبيوشن تاني على الاوبوت بتاع السيجما بوينتز دي. ماشي? اه كنتيني. اه بس فدي بمنطل بساطة الموضوع ان انا عندي شوية سيجما بوينتز انا بسامبل من الجاوشن ديستريبيوشن اللي داخل بابلاي نون لينير ترانسفورميشن زي ما هو مليش دعوة اي حاجة ولا بعمل اي حاجة وبعد كده بستخدم بستخدم بعمل بفيد جاوشن ديستريبيوشن على البتاع اللي طالعه دي. اه بس فهي هي بمنطل بساطة هو بيجيب يعني احسن من الكالمن فيلتر لانه هو من الكالمن فيلتر لانه هو بمنطل بساطة اه هو بياخد بوينتز وبيفيد عليها فدال مسلا الكالمن فيلتر اه دال دال البتاع ده الكالمن فيلتر فهو اساسا يعني اي حاجة احسن زي ما تشايفين او اللي هو ما بين المين والاستريبيوشن احسن اه لانه بمنطل بساطة مش بيكونسيدر مش بيكونسيدر الحتة اللي هو لينير على على اللوكر نيبرو دموعين اللي هو بتعملها الجاكو بيانيا بس وهو لي نفس البروبرتي برضو بتاعي الاكسندتكالمن فيلتر بس ليس سيفير يعني انه هو كل ما الفاريانس يبقى ولقيه كل ما الدنيا الترانسفورميشن يبقى حسن طيب السيجما بوينتز بقى والكلام ده اللي انا بختارها اه دي دي بختارها على اساس ايه اول حاجة انا بختار اول بوينت هي عبارة عن الميو اللي هو يعني اول بوينت بتبقى المين بتاعي بتاعي طيب تاني بوينت بقى اه او البوينتز اللي بعد كده ماشي البوينتز اللي بعد كده هي بتبقى عبارة عن الميو بلاس ورمينوس الفاليو ده هو عبارة عن يعني شيفت معين من اكد انك يعني اكد انك بتشيفت بطريقة معينة بس بلاس ورمينوس الميو بتاخد تاخد ويوجده على كل حياتي بحيث أن لمدة الن دا عدد سيجما بوينتز نعم الن دا مين الن دا عند عدد سيجما بوينتز المفروض ان المفروض ان انت بتبيك سيجما بوينتز 2 n plus 1 1 دا هو المين وال 1 دا المين وال 2 دا اللي هم الوينتز اللي على هنا وعلى هنا اه اوكي ده اوكي طيب اه الان ده عباره عن ايه احنقول بعد كده اه بالصلاح ماشي ايه بالضبط الديمينشون بتاع الستيت الديمينشون بتاع الستيت حلو فده الان ده زي ما احنا شايفين اللامدا دي عباره عن الاكويجن دي ويرن الكاي دي عباره عن كونستنت ده كونستنت البرامتر يعني باوبتمايزه الالف اه 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 صح الالفا والكاي كونستنت والان دي يعني هو عباره عن كونستنت بس بارامترز زي بارامترز بتاعت النيوار نيتورت ماشي اه بس فديه اللامدا يعني اه اوكي طيب لكل سيجما بوينت منطقي ان كل سيجما بوينت هيبقى ليها ويت عشان عشان عارف عشان عارف ريكو نستراكت الناحي التاني ماشي ها واي ، هؤ هو ده, عنو مش لانو يعني يعني ما هون فكرة كلها ان هو ده فهو باي فنيشن المفروض ان الويت PAكس منم manager دويب عند سنتر او عند مين فده منطقي بقى اعلى ويت هي ها انا لازم لما اعمل اعرف ان البتاعة ده كان قبل كده يعني اعرف كان شكله عامل ازاي قبل كده فانا مش عارف اجيبه ولا بالويت ح�ه ذلك ؟ الويت ام بغض النظر ان والدين يزالي وهي ادري ويت معين للمين والميل ويت معین!! الوجه لدي البوينت ادري الوجه في المين ويدي بوجه لدي الوجه فيent ذهب لي ceo ? ماشي؟ هو مقسمها كده يعني فبس هيا الفكرة كلها ان هو هنا يعني الحاجة الوحيدة اللي بتفرق بالنسبة لل يعني بتفرق ما بين المين والكوفاريانس ماشي؟ هي الانيشل بوينت اللي هي الوينت اللي عند المين دي بيبقى لها ويت في الويت للمين وويت للكوفاريانس ماشي؟ نعم؟ بتاع المين؟ بتاع المين؟ الويت بتاع كل الويت في المين المفروض ان هو يدي اعلى للمين الـ actual mean الـ actual mean مش ك Hongwan كيف ستكتف له ماشي؟ لا لا مش فهم دلوقتي انت أخب بالك ان هو كله لي نفس الويت معدر المين بس فراما معدر المين تمام؟؟ ده كده اللي هو wm of i ده كل values aside from zero زيرو ده اللي هو ايه اللي هو المين فهو ميدي لكله نفس الويت لانه هو لما بيجي ريكوفر الجاوشن ديستربيوشن بيعمل ويت تصميشن للبوينتس اللي طلعه فمن الاخر يعني دي الويتس هو المفروض انه هو الغرض هنا انه هو يدي ويت اكبر للسنتر بوينتس اللي هو المين يعني ويدي سواء في الفاريانس او المين في الكوفاريانس او المين والباقي كله بيبقى هو هو نفس الويت في كل حاجة مين وكوفاريانس بس فدي السيجما بوينتس ودي الويت انا كده عندي شوية بوينتس وشوية ويتس المفروض ان السيجما بوينتس دي انا بعمل لها ماشي اللي هي النون لينير فونكشن عادي وبطلع بتاعتي حلم ماشي بطلع بتاعتي عادي جدا وبعد كده استخدمها هناك بقى ان انا فيت جاشن ديستربيوشن بقى فيت الجاشن ديستربيوشن ده ايه هو بمنطقة البساطة هو بيعمل الويت اتصميشن للبوينتس هي دي المين ويستخدم الاكويتشن بتاعت اللي هو الامبيريكال كوفاريانس عادي جدا برضو بالويتس عشان يجيب الكوفاريانس ماشي دي الاكويتشن بتاعت الامبيريكال كوفاريانس شوفتها كتير قبل كده المفروض ماشي بس فهما الاتنين دول كده ده هذا الريكوفرد اههه اهه ايه اه اه جاشن ديستربيوشن ناحا التاني قعت السيجما دي سيجما دي ده اه اوه اوه الويتس اللي الليه داخله ما بالضبط ما عشان كده انا بدي ويت اكبر للمين سانية المين نفسه بيبقى شفتت موضوع متوقع اه انت وزك في السلايد اللي فات لا كناش بنحافظ على المين لان بمنتهى ببساطة احنا كنا بنعمل ده كان بيبقى في حتة صغيرة جدا ماشي ممكن ما تبقاش باينة من الرسومات بس هي المين ده في حتة صغيرة جدا فالحتة الصغيرة دي لو مش جواه المين المين هنطلع في البلالة هنطلع في حتة تانية خالص ماشي فهو برضو بمش به بحاول 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 يعني بس بس انا مش ضامن يعني لان هو على حسب يعني على حسب تفهمتني بس خلاص اما حاجة اه بس فمن الاخر ده اللي انا بعمله عشان عشان يعني تاني من شوية بوينز بعمل لهم سامبلين وبدلهم ويت وابلاي لان لينير ترانسفورميشن بقى اه 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 افت اه اه جوشن دستربيوشن تاني حلو طيب اليو كي اف بقى اه يعني اللوكاليزيشن بتعليه اليو كي اف او 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 ان جنرال اليو كي اف بيشتغل ازاي اه هو بيدفاين يعني هو هو الفرق ما بينه ما بين اي حاجة عادية حاجتين اول حاجة انه هو بيدفاين حاجة اسمه اجمينتن استيت ماشي الاجمينتد استيت ازاي ما اقولنا اول حاجة اللي هو ده عبارة عن اكس و اي و ثتا هو هو ايكاب بالتاعتization بس وانجرال النوم بيugen كذي انه هو يعني اكنك عندك اا يعني روبوت كده ماشي وهو عنده معين في الانفيرومنت ماشي اا اكس و واي وليه اوريينتيشن معينة اا ويز ال اكس اكسس يعني اا ويز ال اكس اكسس يعني بس فهما دول اكس والواي والثتة دي بتاعتي ماشي و الموشون نويز المفروض انه هو برضو في الوكاليزازن المفروض انه كان عنده او اكس بياخدوه والأيما فأنت دلوقتي عندك او او n o o o o o z او او ادلالي فهذه دول التو او ادلالي بزيرو يعني بس انت عندك اللي هو الوتايشنال نويز و الترانشل نويز دول الموشن نويز والسنسور نويز هو بيئيس الدستنس والانجل بتاعته يعني الديستنس والانجل و حاجة معينة فهو بيئيس دستنس و بيئيس أنجل ماشي فانت دلوقتي عندك 2 sources أو 2 numbers للميجرمنت نويز اللي هو الانجل مثلا نويز و الديستنس نويز فهنا ده الاوجمينتد ستيت انت بتحط الستيت بتاعتك كاملة وبتحط معاها النويز بتاعتك النومبرز بتاعت النويز بتاعتك بالنسبة للموشن وبالنسبة للمجن فبيعمل لي الوجمينتد ستيت ده الايه يعني ممكن يزيد طول عن كده عشان ما في هو ممكن يزيد طول عن هو بقى انت تحط النومبرز اللي انت عايز اه اه انا بقولك لا هو في الاستيت عشان ما خدتش الاجزامبل بتاع اللي في الاول هو الاستيت دلوقتي يوى بميجر ديستنس وانجل فهو ده ده في البروبلم يعني يعني الكلام مش جابه من ده بس هو البروبلم من ناحية تاني هي كانت ديفايند كده بيسيكلي يعني بس دي اول حاجة الوجمينتد ستيت ماشي بس تاني حاجة بقى هو بييس بيختار السيجما بوينتس بتوع ماشي السيجما بوينتس بتوع دول بي بيختارهم على اساس هو او بيختار كام سيجما بوينت هو هنا بيختار ففتين بوينت حد عارف ليه ففتين بوينت شميع هنا ففتين بوينت حلو بزبط هو بياخد الستيت في 2 بلاس 1 ماشي يعني يعني من الاخر يعني هو بياخد الوان اللي هي الميوم ماشي اللي هي المي ماشي وبعد كده لكل بوينت في لكل في ال في ال يعني لكل انتري في الستيت بتاعتي باخد بوينت هنا و بوينت هنا فاتنين في في اللينكس بتاع الستيت بتاعي ماشي بس ليه شمعنا الرقم ده عشان بس تبقى الموضوع يعني هو عشان ماثماتيكا لي بس يبقى صولفابل بياخد عدد ارقام معينة كتير اينوف على الستيت بيحيس ان هي تبقى صولفابل بس فهو هو تاني تاني ده من البروبلم نفسها عش مش هجو ثرويت بس ممكن يبقى نجو ثرويت مرة ثانية عشان الوقت فهو ده الموشن البهرات او موشن نوويز المتريكس قوي علي بالموشن نوويز الميترقس بقسم تلتر كاي لي نست متكلمين severity على او ميت كيلي و الاوجمنتات كوفيرينس ده بيحطيه برضو يعني ده كوفيرينس او ميت正ى برضو لايستيت يعني هي الي السيج ما ده الكوفيرينس بتاع ده يchester اللي هو الموشن نوويز التالي يividades wellGreat من تنويز اللي هو بتاعدي. ماشي? وبعد كده بيعمل سيجما بوينتس وبيبلاي بتاعت الانسنتد كالمن فلتر. ده من الاخرين الانسنتد كالمن فلتر بيستخدم ازاي? بس ماشي يعني ده هو يعني كده الانسنتد كالمن فلتر والكسنتد كالمن فلتر كلها. اه انا الحقيقي مش هنعرف نخش في الموشن فخليني خوش في الموشن خدتوا فيه الحد اه ايه? يعني خلصوا يعني يعني عشان بس ابقى عارف المرقات اخدوا هده. بعدين انتو خدتوا 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 خدتوا. خدتوا اللى هو متاع muita مخدتوش. يعني اعتبر مخدتوش موشن موضل يعني كده Old مخدتوش موشن موضل. طيب آآآ طيب طيب خلي دول في الاخر عشان مهم دول بتاع انا بس عايز اركز على السؤال ده ماشي هو عمتا كده 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 كنفضل سؤالين بتوع الكلام فلتر هنقولهم في الاخر لاو اللي حقنا لو ما لحقناش هقولهم المرة اللي جاية بس عمتا شيتو ده في سؤال واحد كبير مجاعلز قوي وسؤالين نظري يعني من الحاجات اللي بتيجي في المتحنات سؤالين نظري سهلها يدليغيك الانسان الكلمان فلتر وار oldu وبيقولك بقتال الكلمان فلتر وبقتال الكلمان فلتر بتعطي كل حاجات اللي انا فيه اللي هو المو Full والسنسور مودل والكوفارينس بتاعة بتاعة الموشن مودل والجاكوبيان بتاعة السنسور مودل والكلام ده يعني. اه بس فهو يعني هو مجرد تسميع يعني. اه بس اه المهم هو السؤال ده. اه ونرجع للسؤالين بتوع الكلمة في التر في الشيط اللي فات. اه تمام. هو عمتا اه من هنا. اه يعني مش بقى اتليست انحلس ولا. اه ماشي. اه هو دلوات في اه هو هو روبوت ماشي هنا في كوريدور. انا اعتبر ان ده كوريدور وفيه ثلاث اوض. ماشي. اه فهو روبوت ماشي هنا. اه يعني. هي كان تحضر ايضا 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 ا وانا كده عندي الميجرمنت اللي هي الزد عبارة عن إيه؟ عبارة عن ديستنس اللي هي دي ديستنس to the closest world إيه؟ البوزيشن هو عبارة عن اللي هو الإكس يعني هو عبارة عن من ون لحد فور اللي هو أين كان بوزيشن من ون لحد فور بس هي ديستريتايز بوزيشن يعني ماشي؟ بس فالمفروض انه هو دلوقتي بيقول لي ان انا عندي هنا يعني بيقول لي ان في نويز او كل ميجرمنت هي كرابتد بأداتف نويز هي عبارة عن جاوشن ديستريبيوشن الميم بتاعها بواحد اللي هو جاوشن ديستريبيوشن والسيجما بتاعتها بطول اللي هي الفاريانس بتاعها بفوق ماشي؟ فده دلوقتي النويز اللي على الزد طيب مبدئين كده؟ هو لو ده البروبابيليتي ديستريبيوشن اه بالنويز اللي على الزد هي عبارة عن الميم بتاعها واحد وال اه انو انوان وفور ماشي؟ فور دي تو اللي هي السيجما ماشي؟ بس فدلوقتي مبدئين كده قبل اي حاجة اه حد يارف يقولي الدستريبيوشن بتاعت السنسورس بقى عند كل بوزيشن من دول؟ يعني البروبابيليتي بتاع الميجرمنت جيفن كل اكس بال 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 اللي احنا قولنا ده اه واحد واربعة لا ماشي اه ماشي ماشي اوكي ده ده الميجرمنت بس هو في اداتف نويز بقى على الميجرمنت دي يعني دي اداتف نويز على الزد فايزا الميجرمنت عند كل واحدة من دول المفروض بعملة ازاي؟ اللي هو ازاي؟ نعم بالبا، بالزبط باجية المفروض بعملة بالزبط باجية المزير من دول ازايron باجية المعلي ساعد نعم حينا يعني كل واحد من دول هيبقى جاوسيا لان هو عبارة عن الميجرمنت زائد الداتف نويز عليها جاوسيا حلو فالبرابيلتي ديستربيوشن جاوسيا طيب عند البيونت دي المفروض يبقى يبقى عمل ايه؟ يعني المفروض المين وفاريانس تبقى عند البيونت دي بقى ايه؟ نعم؟ لا 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 البيونت ديستربيوشن اساسا 1 2 3 4 بس انا عايز البيونت ديستربيوشن بتاعت الزد عند البيونت دي المفروض ان البيونت ديستربيوشن اساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس فالمفروض ان هو متزود عليه probability distribution of n of 1 of 4 فالمفروض ان probability distribution او الميجور منت اللي عندي ده هيبقى n of 2 of 4 اوكي الناس عرفت ان الناس فهمه جات من ايه هو دلوقتي المفروض ان هو اس 1 بس هو متزود عليه probability distribution of mean 1 و variance 4 فالمفروض ان المين هيتشفت لحدته اللي هو 1 plus 1 اللي هو accurate measurement زائد additive noise والdistribution بتاحها 4 لان الفاريانس ما بيتغيرش اوكي عشان الميجور منت اكتشري accurate هي يعني الميجور منت هنا بتاعتي accurate اللي هي one one accurate يعني الميجور منت اللي المفروض تطلع one ومتزود عليها نويز فالمفروض ان الone دي هتتزود عليها على المين ولا على الفاريانس هتزود على المين تمام اللي هو اكنها اكنها بقت هنا مثلا عند 2 اه ابقيت عبارة عن probability distribution عن 2 كده نعم اه بالضبط اكنك بتجمع constant عالك جوسم distribution اوكي فايزا ال probability بتاعت الزد given x1 ماشي هي عبارة عن n of 2 و 4 طيب هانس بقى probability بتاعت الزد given x2 الزد given x2 هي عبارة عن ايه؟ чего نعمل والا شكرا بنرد ممكن guilty مفروض انا ان هي هي المفروض دي فاس اللي هي عبارة عن 5 Luther released around 4 و 1 زياد عليها اوكي اوكي بس فدي كده يبقى انا كده عندي عندي كل الـ probability of X given Z عندي كل الـ probability of X given Z عندي كل الـ probability of X given Z حلو بيقول أن الـ range unlimited يعني بغض النظر هو range unlimited معنى ذلك ان هو يعني هو معندوش limit يعني هو ممكن يعني ممكن يوصل لحد هنا عادي يعني ماشي بس فالمفروض ان ده بس فالـ Z ماشي وهو بقى بعد كده نديك شوية ماشي يعني Z معينة equal كذا Z كذا 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 وبيقول لي عايز اعرف لكل اقرأة نعم لكل اقرأة يعني X equal 2.5 انا given ان انا جالي X equal 2.5 انا سبقى في اقرأة من الـ 4 دول وهكذا بالنسبة لـ 8 و 6 و 9 فدي المفروض تتحلل ازاي؟ نعم حلو الـ probability بتاعت ايه بقى؟ بالضبط ليه probability بتاعت الـ X given Z طب او probability بتاعت الـ X given Z حلو بس فايزا من الاخر ان انا عندي probability of Z given X انا عندي probability بتاعت الـ X over probability بتاعت Z ايه مستغربت ليه؟ تمام؟ ماشي انا عندي probability بتاعت الـ X given Z سوري تاني Z given X ماشي؟ عندي عند كل X عندي probability بتاعتها تمام؟ هلا عندي probability of X هوا لاحظة بس علشان احنا ماكملناش قرية السؤال اوكي البراء كله ايكوال تمام فبعنا زالك ان البرابلاليتي اوه كام اي اكس او بوينت فور او بوينت فايف ماشي بس فكده اذا ان انا دلوقتي عندي البرابلاليتي اوه زيت جفن ال اكس ماشي ويه عندي البرابلاليتي اوه زيت هتبقى عبارة عن ايه بمتابطة بساطة ماشي 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 مش هيجيلكم سؤال زي كده لان ده انت في اول بوينت بس انت مفروض تحسب اربعة فاربعة يعني ستاشر رقم يعني اه تمام انت تفهمين ستاشر رقم ليه لان كل مجرمينت انا دي رقم ابrike باتين اربعة واجيب اربعة وانت ماكسيموم 거죠 ام و هيكزا بالنسبه لاتششer ا مزح realized تمامي فتهكده اول اول بوينت تاني اللي احنا بنعمله ان احنا عندنا يعني ما علمش تاني عشان بس ميك شور عشان ما بيحلش بأرقام فتاني احنا عندنا البرابيليتي وفي الزيد وان مسلا يعني جاء اجزامبل وفي الزيد وان اف سوري ال اكس وان جيفن الزيد وان ماشي هي البرابيليتي اوف الزيد وان البرابيليتي اوف الزيد وان دي هي عبارة عن 0.25 البرابيليتي اوف الزيد وان دي اللي احسيبها ازاي من جاشن دستريبيوشن هي عبارة عن ان اوف تو وفور فالاكويجن بتاعت الجاشن دستريبيوشن بتاعت 2 وفور عاملة ازاي؟ 1 over 2 رود 2 باي في 2 e to the negative x-2 square over 2 تمام؟ جيفن البرابيليتي دستريبيوشن دي ماشي هاعوض فيها ال اكس بكام؟ او دي زد عشان بس الناس ما تلغبطش 2 ونص اتنين ونص اللي هي اول ميجرمت تمام؟ انا بجير ببرابيليتي بتاعت الميجرمت ماشي فان عندي جاوشن دستريبيوشن هاعوض فيها بميجرمت اللي عندي اللي هي 2.5 اقدأ زد 1 كان ال 2.5 اللي هي الزد 1 dov 2.5 اجبت البرابيليتي وفور زد 1 جيو client x1 اعمل ده للزد 1 او كي طيب اااااااااااااااااااااااو ثاني بوينت هو بيقولك ان دلوقتي البليف بتاع الروبوت تغير البرير بليف بتاع الروبوت تغير مش بقوا كلهم ايكو ماشي بقى البوزيشن X2 X3 هو double the position أو two times the position بتاعت X1 و X4 فمعنى ذلك ان البروابيليتي فمعنى ذلك ان البروابيليتي بتاعت X1 هتبع عاملة ازاي اللون بيوزيشن X2 يعني هو بيقولك البليف بتاع الروبوت المشي ان البروابيليك البروابيليتي is two times the position X1 و X4 نعم؟ تمام؟ ازاي بيوزل جيفن اكس؟ طلط غير لا هو اللي هو يعني اللي انا اللي انا باخدها دي وانا عند الاكس اللي ها البيعر بتاعي ان انا بقيس انا عند الاكس اللي هي البيعر بتاعي الprobabiliti ان انا عند الاكس وانا بقيس المجرمينت بس يعني من الاخر الprobabiliti بتاعت الاكس وان والprobabiliti بتاعت الاكس الاكس كن؟ اكس تو ثري بتساوي ١ وحسب عملية X1 و X4 فالجنرال هتبقى 1 over 3 والثانين دولاي بقى 1 over 3 و D 1 over 6 وتحيل نفسي سويل عادي بس تمام اخر بوينت دي هي تريك شوية بس لو انت مخطش بالك انت هتحسابها عادي جدا بس هتقعد فيها ساعتين هو بيقول لك دلوقتي ان الليزر سنسور بقى كمان مش مجرد ان هو عليه نوينز لا هو كمان بقى 1 over 3 يعني احيانا بيفيل ماشي احيانا بيفيل يعني بيطلع ميجر منت سبت فهو دلوقتي ببروبابيليتي ببروبابيليتي 0.1 اللي هي 10% يعني 10% هيطلع 30 بغض النظر هو عنده ايه هيطلع 30 اوكي ف البربابيليتي ان المستخدر ruler فاولا انه هايغير في البي او اكس ولا بي او از أزت جرفين Per ليه و زيت جيفن اكس إيه و او زيت جيفن اكس ماشي لان دي اساسا تبع . حلظ لأ مش عغال في النورمال كان عباره عن ايه اصلا لأ مش فاهم هو نورمال ديستربيوشن ببريباليتي تسعين في المية وثيرتي ببريباليتي تن برسنت بالظبط فهو المفروض انه هو نورمال ديستربيوشن في مثلا ميو وسيجما سكوير 0.9 بلس 0.1 فيه اللي هي البيباليتي انه هو يطلع 30 تمام؟ لا مش البيباليتي انه هو 30 ماشي اوكي طيب اه حد عارف هو ده اساسا يعني يعني ده ده هيبقى ياليفكت بتاعه اصلا يعني انا بتاعتي هو مش هيشفت الجاوشن بس الدنيا مش 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 بيشفت الجاوشن اه 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 يعني ماشي يعتبر تشفيته بس الفكرة كلها هل ده هيقصر في الارقام دي؟ يعني هو بيقولك 10% هو بيطلع 30 اصلا مش هيقصر عشان مش 30 اصلا اصلا ايه؟ بالظبط اصلا بيطلع 30 اصلا ماشي؟ يعني دي دي هكي وغب النظر يعني المفروض ان دي هتتحل عادي خالص بس انت هتحاول بس انت هتحاول هتقسمها 0.9 البرابيليتي دي و 0.1 الى 30 ماشي؟ بس الفكرة كلها ان الارقام دي اساسا بعيدة جدا عن 30 فالفيلير دا اساسا مش هيقصر يعني انتو لو حسبتو الارقام المفروض ان دي فالفيلير دا مش هيقصر هي. اقETH! اقرب واحدة للخصفين بس هو الفكرة كلها ان انت دلوقتي انا بالضبط انت عتبار بس الفكرة كلها ان انت هي ان عشان يعني المفروض ان اصلا كيك الارقام مش هتتغير ليه. كم? بزبط عشرة. فده اساسا لو حطيت عليه البرابيليتي ديستربيوشن كمان اللي هي هتبقى حتى بعد البرابيليتي ديستربيوشن بعد الانسيرتينتي ده رقم بعيد اوي عن كل الارقام دي. فهو حتى لو جالي يعتبر مش هيقصر. ماشي? يعني حتى الفيليور مش هيقصر لانه 30 بعيد اوي عن الارقام دي فالبرابيليتي بتاعته قل مستزيل. فهو مش هيقصر يعني الترمي لزاد زيادة ده مش هيقصر في المكسمي. حلو هي جاية لي 30 ماشي? فانا فانا دلوات انا انا يعني ايه اللي هو باكمبير البرابيليتي دي دي. يعني انا هو جاي لي 30 انا باكمبير البرابيليتي دي ماشي? هو بالمناسبة يعني هو انا بتكلم انه هو مش هيقصر في دول. مش هيقصر لو جالي 30 لا هو مش هيقصر في دول. سيما هم دول اللي هاتفين يقصر دول اللي ممكن بتلاتين. لا بس هم دول مش بتلاتين. يعني انا اقصد البيترينت دي بعيدة جدا يعني البيترينت دي بعيدة عن 30 دس قريبة جدا من الرينج ده فالويت اللي هيبقى اكتر لإيه? للو.9 في النورمال التريبيوشن. ال30 دي ملاش علاقة. بال30 دي بعيدة جدا. بالزبط. هي بزبط هي بزبط ايوه هي بزبط بس انا عاميني هيبقى هو هو مش هيقصر لان الارقام دي اساسا بعيدة جدا على 30 فالويت بتاع يعني انت لو حسابت الارقامة الويت بتاع 30 هيبطلع حاجة في ولا حاجة فالويت بتاع 30 يعتبر مش موجود الويت بتاع 30 يعني الويت بتاع الويت بتاع اللي اثر ده مش هيبقى موجودة يعني هو الارقام هنا بعيدة جدا هيأثر يبدأ يأثر امتى لو هو مثلا في رقم هنا مثلا 31 ولا حاجة فقص عيث انا ممكن افكر هل هي فعلا ده فالير ولا انا مثلا فعلا جبت حاجة اه يعني جبت حاجة ايه المفروض المفروض ان هي تعمل لها نجليكت ماشي؟ يعني يقول مفروض الاجابة الصحة بتاع بتاع الكواسي فيندرن هو انت اسان المفروض ان الموضوع مش هتقصي لان الارقام اساسا بعيدة خالص عم ترتي بس اه كفية كده ماشي كفية كده اه طيب عم ترتي المفروض ان دلوقتي هو بس فاضل سؤالين هو السؤالين اسان دايركت افليكيشن بتاع كلمة فيلتر اللي هو في اول شيت ده في الاخر خالص انت من الاخر يعني جايب لك يعني كده كده هنحل لهم مرة اللي جاي بس يعني عشان بس ما بقاش عملتهم خالص كده هو جايب لك بس شوية ارقام انت بس هتأبلاي في اللينير اكويجنز بتاعتك كلمة فيلتر كلمة فيلتر اللي هو الستاندرد يعني شوية يعني او مديك الكوفيرينس مديك الار مديك كل حاجة فانت هتأبلاي ديركلي في الاكويجنز يعني حرفان ماتريكس مولتوبليكيشن اه بروبلم ماتريكس مولتوبليكيشن اه تمام فالمفروض ان ده هنبدأ بدول ان شاء الله المرة اللي جاي وبعد كده هيبقى المفروض الموشن موضل على حسن ما انا فهمت ان انتوا اسان لسا مدخلتوش حتى في الامتالك